تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الكنافة بطريقة جديدة بجدها هتعجبكم عملت كنافة رول محشية لحمة طبعا طريقتها سهلة زي ما انتم متعودين انا ما بعملش حاجة صعبة وفي نفس الوقت الخامات بتاعتها كلها في البيت انا الصراحة مش عارف اذا كنت شفتوا الكنافة الرول اللي هي محشية لحمة قبل كده ولا دي اول مرة اول حاجة زي ما انتم شايفين المكونات بتاعتنا طبعا اللحمة بكون جايبها فيها دهن شوية هكتبلكوا طبعا المقادير كلها تحت الفيديو والبهارات يدوبك ملح وكمون فلفل اسود رشة كسبرة ولو عندكم الفلفل اللي هو الحلو اللي هو بيبقى شبه لون جسط الطيب كده والخضار برضو شوية فلفل الوان بقدونس بصل توم وفلفل اللي هو الحار الصغير ده حسب الرغبة دلوقتي يجينا بقى للنقطة المهمة وانا بافرهم اللحمة دي معلومة لو هتستخدموها في فارم اللحمة للكباب او في فارم اللحمة لأي حاجة تانية هتحطوا معها خضار لازم افرم اللحمة مع الدهنة بتاعتها مع الخضار يعني ماكنش فارم الخضار لوحده واللحمة المفرومة لوحده وده برضو سبب من اسباب اللي يخلي معاكو الكباب طري وانتو بتسووه ان لازم الخضار يتفرم مع اللحمة نفسها طيب لو انا في البيت مثلا فبضطر اجيب لحمة مفرومة وابتدي افرم خضار واخلطهم مع بعض لا في الحالة دي انا ممكن اجيب اللحمة المفرومة واحط عليها الخضار ولو عندي مفرومة او اللي هي الكيتشن ماشين ابتدي افرمها فرما كمان مافيش اي مشكلة لو انا مش هجيب كمية كبيرة تمام دلوقتي بعد ما فرمنا اللحمة زي ما انتو شايفين كده نزلت عليها بالبهرات طبعا البهرات قلنا ملح وفلفل وكمون ورشة كسبرة وشطة لو حبين وفلفل حلو تمام دلوقتي بقى حبتدي ان انا اعجن اللحمة بتاعتي كويس زي الكباب الكباب برضو او اللي هي الكفتة لازم اعجنها كويس عشان يتخلط فيها البهرات والخضار وتبقى معايا بالملمس اللي انتو شايفينه ده يعني تبقى معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده بعد كده خلاص اعجلنا اللحمة بتاعتنا وتمام التمام هنبتدي بقى نجيب الكنافة طبعا في اوقات كتير ما بيبقاش الكنافة متوفرة في السوق بس بتبقى متوفرة اللي هي في التلاجة او في الفروزن فدي عادي برضو انا بقدر اشتغل بيها وبتطلع معايا جميلة جدا زي ما انتو شايفين كده ببطلع ان انا افكها الاول بعد كده افتحها كده واخد منها يعني شرائح طويلة ما حاولش ان انا قطعها تمام يعني اهو زي ما انتو شايفين كده اخدت شريحة اهي بعد كده اخد التانية التالتة الرابعة طبعا انا عملت الرول بتاعي كبير انتو لو حابين تعملوا بقى رولات صغيرة مفيش مشكلة انا عملت للشخص الواحد يعني رول كفاية انتو لو حابين تقسموا الرول اللي انا عملته ده على اتنين فهتتروا تاخدوا شوية كنافة اقل طبعا مش هتاخدوا بالكمية اللي انا حاطتها دي تمام بعد ما رست الكنافة بتاعتي شرايح زي ما انتو شايفين كده هنبتدي بقى نجيب الكفتة بتاعتنا او الخلطة بتاعت اللحمة نعملها صوابع بس المهم عندي ان يكون صوبع الكفتة اللي انا هحطه في الكنافة اطول من العرض بتاع الكنافة اللي انا عامله ده زي ما انتو هتشوفه كده دلوقتي اهو انا بعمله بشوف لازم يكون اطول من العرض بتاع الكنافة ليه بقى عشان لما اجي الفها رول وبعد كده اللحمة عندي في الفرن تستوي هتبتدي اللحمة تكش يعني هيبتدي حجمها يظهر فبالتالي ما تطلعش الكنافة عندي فضيه اهو زي ما انتو شايفين كده لازم تكون اللحمة باينة من الجناب من الناحيتين اهي من هنا اكون شايف اللحمة ومن ناحية التانية برضو اكون شايف اللحمة لو حابين بقى انتو تقفلوها يبقى نقلل شوية في كمية الكنافة تمام علشان ما تطلعش معايا فضيه وما يبقاش طعمها مش لذيذ يعني لازم يكون فيها كمية لحمة تكفي كمية الكنافة بعد كده هخلص طبعا الرولات بتاعتي وابتدي حطها بقى في الصينية زي ما انتو شايفين كده ما بدهنش سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة بحطها على طول مش هتلزق معايا ومش هجرالها اي حاجة اهي اخلص الكمية كلها وبعد كده هندخلها الفرن تمام هندخلها الفرن على درجة حرارة كام على درجة حرارة 180 هتاخد معايا حوالي 15 ل 20 دقيقة في ناس هتقول لا اللحمة ممكن مش هتستوي لا اللحمة هتستوي ومش هتلاقوش يعني من حاجة دي انا بقول لكم على الحاجات المجربة وفي نفس الوقت عشان تتمنوا برضو ممكن ان احنا نقطع حتة من اي رول كده من الجنب نشوف اللحمة هتستوي ولا لا تمام دلوقتي بعد حوالي 15 دقيقة زي ما انتو شايفين اللون طالع شكله عامل ازاي بس كده طبعا لسه ما خلصت نعمل ايه بقى هنبتدي نجيب سمنة او زبدة صيحة وفرشة وابتدهن الوش بتاع الكنافة عشان تم اماجة دخلها كمان 5 دقايق يطلع معايا اللون كله متوحد واللون كله حلو وكمان الزبدة او السمنة يدوني ريحة جميلة اوي لاماجة قدمها تمام بعد كده هدخلها بقى 5 دقايق اهو زي ما انتو شايفين وده الشكل النهائي بعد ما طلعت الكنافة من الفرن زي ما انتو شايفين كده يعني حاجة بسم الله ما شاء الله شكلها وطعمها وريحتها يعني ما اقول لكوش انا عملتها كذا مرة طبعا فعشان كده حبيت اعمل معاكم شير للفكرة وتقدروا ان انتو تنفزوها وان شاء الله هتطلع معاكم نجحة وبالشكل اللي انتو شايفينه ده وبقدم معاها صلصة طماطم بتكون سبايسي شوية او حرة شوية حاجة كده زي صلصة طماطم بتاعة الكشري وبيبقى الطعم ولا اروع كده الوصفة بتاعتنا خلصت ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة الفهنة وشيفة ويا ريت لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش لايك وكومنت وشير للفيديو ولو حابين اي وصفة تانية اكتبولي في التعليقات وان شاء الله بعمل لكم فيديو بأسهل طريقة شكرا شكرا